لم تكتفي الميليشيا بنهار الدولة ونهب قطاعاتها العامة بل تعدتها إلى تفخيخ الحياة العامة للمجتمع من خلال سياساتها المساهمة في توسيع دائرة الفقر والمرض جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية فرضتها الميليشيا بعد اعتمادها سعر العشرين لتر من مادة البنزين بمبلغ ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال وهو ما يعني ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى وضع يضاعف من معاناة المواطنين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عام الأمر الذي قد ينذر بكارثة إنسانية وشيكة شركة النفط اليمنية بدورها أشارت إلى أن قرار تعويم المشتقات النفطية الذي أصدرته الميليشيا هو السبب الرئيس لهذه الجرعة والذي تسبب أيضا في تجميد عمل الشركة وجعلها مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية المرتبطين بالميليشيا ومع كل فترة وأخرى تلجأ الميليشيا إلى افتعال أزمات متعددة تهدف من خلالها إلى إقرار جرعات سعرية جديدة بغرض تغطية نفقات ما بات يعرف بالمجهود الحربي وتعاني البلاد أوضاعا مأساوية وحالة من التدهور الاقتصادي والإنفلات الأمني منذ انقلاب الميليشيا على الدولة في سبتمبر 2014 وحسب خبراء اقتصادين فإن حالة التدهور الاقتصادي الذي تمر فيه البلاد ناتج عن استنزاف ميليشيا الحوثي لأموال الدولة وتسخير المال العام لأعمالها الخاصة اشتركوا في القناة